موسيقى موسيقى السلام عليكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية النهاردة الحلقة هي استكمالا لحلقة كنا عملناها بلكده كنا بنتكلم عن محصول الموز ولان محصول الموز ده بنعتبر هو الذهب الاخضر الذهب الاخضر فطبعا لازم يعني كنا نفرد له حلقة كمان لان في اسئلة كتير اوي جات لنا على بريد البرنامج وصفحتنا على الفيسبوك اسئلة كتير جدا من حضراتكم فالنهاردة باذن الله هنجاوب عليها كلها وطبعا ما ننساش اي حد دي مدخلة او استفسار لان احنا ما نقدرش ناخد كل الاستفسارات او كل اتصالات حضراتكم فطبعا التليفونات البرنامج اتبع على الشاشة وبرضو بذكركم بصفحة البرنامج على الفيسبوك العيادة النباتية او زابوتونيكا الكلانيك ابعتنا دايما شكويكو مقترحاتكو تساؤلاتكو بس ياريت اي حد يبعتنا تساؤله يبقى مرفق بصورة وبرنامج التسميك بتاعه عشان نعرف هذا المرض اسبابه ايه نعرف نحل عرفنا السبب يبقى نعرف الاجابة هيكون معانا ضفنا اللي مشرفنا في الستوديو وهيكلمنا وهيحل المشاكل حضراتكم الاستاذ الدكتور بدوي خضير استاذ ورئيس قسم بحوث الفكهة الاستوائية اهلا بيه حضرتك دكتور خارد واصل بقناة مصر الزراعية ربنا يا كنت حضرتك مننا احنا كنا عملنا حلقة قبل كده انما كان التساؤلات كتير جدا واستفسارات المشاهدين كتير اوي ده غير طبعا السؤالات اللي جاءت لنا المداخلات اللي جاءت لنا عايزين تلوقتي نبتدي نتكلم عن محصول الموز ونشوف كده يعني المساحة المنزرعة بتاعته قد ايه لان فيه ناس بتقول لك والله محصول الموز ده بيخصر ده كده فلو بيخصر ما كنتش المزرعات دي كلها موجودة يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لمحصول الموز يعتبر من اهم المحصيل زي ما انت بتقول كده الزهب الاخضر ومن اهم المحصيل اللي بيدخل فيه اقتصاديات كثير من الدول يعني فيه دول كثير قائمة اقتصادياتها على محصول الموز خاصة في امريكا اللاتينية فيه جمهوريات بسموها جمهوريات الموز فمحصول الموز ده محصول اقتصادي وفيه دول اقتصاد قائمة على زراعة الموز بالنسبة لاندينا في مصر بالنسبة للمساحة الانتاجية المساحة بتاعت الموز عندنا يعني بترتفع وتنخفض يعني يختلف عن اي محصول فاكة تاني لان بتجبه فيه زراعات وازالات كل سنة يعني ايه فتلاقي المساحة بالسبتة فتقريبا المساحة بتاعتنا الحاليا تتراوح ما بين تمانين الف فدان على مستوى الجمهورية تمانين الف فدان تمانين الف فدان ما ننقسم ما بين جزء منزرع في اراضي الوادي وجزء في الاراضي الجديدة الاراضي مستصلحة اراضي الوادي حوالي من خمسة واربعين الى خمسين الف فدان لاراضي الصحرائية الصحراوية حوالي تلتين الف فدان وده بي برضو عشان من ناحة الانتاجية عشان المتوسط العام لما هتشوفه هتلاقي مثلا المتوسط العام بتاع 18 طن أو 19 طن لكن لما نيجي نبص نقسم المساحة ما بين اراضي الوادي والاراضي المنزرعة في الاراضي المستصلحة هنلاقي فيه فارق في المتوسط الانتاجية الاراضي الاديمة هي منزرعة في الاراضي الوادي متوسط محسول الموز ما بزيتش عن 16 ل 17 طن للفدان للفدان لكن لما نيجي نبص الموز المنزرعة في الاراضي الجديدة مستصلحة جديدة تحت نظم الراية الحديثة ونظم التسميد من خلال الراية المتوسط الانتاجية ممكن نصل إلى 25 طن وممكن فيه بعض المزارع ستتعدى 30 و35 طن اتضعف تارين اه طبعا اتضعف ده بي بيقول لنا ان فيه فر فيه متوسط الانتاجية ما بين المنزرعة في الاراضي الجديدة وفيه اراضي الوادي وده بيرجع برضو الحاجات كتير يعني منها طبعا الاراضي الاديمة فيه غالبيت جزء كبير من المساحات منزرعة بالاصناف الاديمة من زمان يعني مثلا زي في واجه ابلي هتلاقي فيه جزء كبير من مساحات منزرعة لسه ما زال بالصنف الهندي بالصنف البصراي طبعا هده هنكلم على هنكلم بالتفصيل قوي عن الاصناف انما حضارك قلت فيه جزء منزرع وفيه جزء بنستقطعه لا هو الموز يعني ايه بتبقى دلوقتي يعني مثلا في الاراضي الجديدة في الزرعات الجديدة فيه ناس مثلا بيزرع كل سنة ويجدد يعني يشيل فيه ناس مثلا بيزرع امهات وخلفة اولى فيه ناس بيزرع امهات وخلفتين ويشيل يعني بيشيل المزرع خالص تجديد دايما اه لا يشيل وبيزرع من جديد تاني رايح مثلا ممكن الارض سنة وفيه ناس ما تريح يعني بيزرع الرشة للبطالة ففيه يعني ايه جزء بيشال وبيزرع مكانه طبعا عشان كده تلاقي مثلا فيه ممكن سنة يجب فيه طفرة زيادة مثلا في المساحة وفي سنة بتبقى فيه نسبة ايه اقل ممكن ممكن اللي تقلع اكتر من الزرع ده هايل جدا فيه ناس ما بتسألنا يعني عايزة تزرع نعم يابع عندهم مساحات ودايما نسألونا نعي ايه هي السروط اللي يجب توافرها عشان ازرع موز ويديني انتاجية للتلاتين طن للفدان دا ازاي اوصلها ده سؤال جميل حضرتك بداية محصول الموز من المحاصيل المكلفة في انشاء بتاع في سنة الانشاء وخاصة في الاراضي الجديدة اراضي الرملية وحاليا برضو حتى في الارض الوادي بعد تطبيق نظام ان هو لازم اللي يزرع موز في الاراضي الوادي لازم تحت نظام الري بالتنقيق والري الحديث برضو هتبقى ايه التكلفة عالية فاي واحد مقدم على زراعة الموز لازم يجب فيه كام نقطة ياخد لباله منهم قبل ما يقدم على زراعة الموز عشان خاطر ما يتعرضش لاخسارة لكن لو توفرت الشروط دي ممكن فعلا يجب الزراعة الموز من الزراعات الناجحة جدا عنده اول حاجة الحاجة دي الشروط الحرارة تقولها دي ليه سروط في الاراضي الطانية تختلف عن الاراضي الرملية اه طبعا يعني دي سروط هنا مثلا اول حاجة التربة اه التربة اه عامل التربة اللي انا حزرع فيها الموز اذا كان في الاراضي الوادي لازم تكون ارض طامية ارض طامية يعني لو ارض طانية تقيلة ما ينفعش الزراع في الموز طانية ايه لا ما ينفعش اه ما زرحهش موز لان تتخنق اه تمسك بتشقق وتمسك الجذور وتقطع الجذور وبالتالي معالجة بتاعتها تبقى ايه المحصول حيبة ضعيف يعني ارض طامية ارض طامية اللي بسميها اراضي الجزائر او طرح النهر طرح النهر او اراضي الجزائر دي احسن اراضي الجزائر اه طائل اراضي السحلية اللي على سحل النيل دي بسميها اراضي جزائر اه الجزر اه فعلا دايما اه 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 احسن ارض اللي زرحت الموز في الاراضي الوادي انما طينية تقيلة لا تقيلة لا طب ده جميل ده بتربة اه في ارض الجديدة تجبها ارض رملية خالم الملوح نسبة الملوحة فيها لا تتعدى ال500 جزء في المليون نسبة الملوحة لا تتعدى 500 جزء في المليون اه تكون ارض حساس الملوحة اه حساس الملوحة الارض ما يكونش مصابة فيها اصابة بالنيماتودة قبل كده او اصابة بالامراض الفطرية الفيوزارية اه يعني برضو الموز حساس جدا للاصابة بالنيماتودة اه يعني كل الامور دي لازم تجبها متوفرة وانا عارف وملم بالارض بتاعت اللي انا حزرها فيها الحاجات دي فيها او لا العامل التاني عامل الري توفر مصدر دائم للري اه دائم للري دائم للري لازم يجبها متوفر عندي المصدر دائم للري لانا برضو الموز بتريوع على فترات اللي يمسطح ورق كبير فبالتالي لازم يجبها متوفر الجزء دي بس اللي انا فهمت وحضرك من التاني والتالت اللي هي الارض الارض الكل رملية وبالنسبة للري انه محتاج مقنن ماء مظهور لو زاد ولازم يتعمل نظام ري بالتنقيد يعني نظام الري الحديث عشان اقدر اتحكم برضو في كميات الري الري الحديث اللي ري بالتنقيد شبكة ري بالتنقيد والتسميد من خلال الري انما لو زاد الري يعمل اعفان ويعمل بلوزاد ويعمل بلوزاد ويعمل مقننات دولاته وبالذات ان احنا داخلين على شوح مائفة يعني ايه القصة لازم يجبها تعمل نظام ري الحديث جميل العنصر المحدد التاني لزراعة الموز عنصر الخبرة يعني الموز اللي يزرع موز لازم يجبها عنده خبرة عن العمليات الفنية التي تجرى على محصول الموز من ناحية اختيار الاصناف اللي هيتزرع ايه من ناحية تربية الموز برامج التسميت برامج الراي عمليات الخدمة عمليات الفنية المختلفة لمحصول الموز لازم يبقى عنده المام بها وإلا لو حصل اي خطأ عنده ممكن يأثر على المحصول لان المحصول بيدي صباطة واحدة في الموسم يعني نابد بيدي صباطة واحدة وبينتهي الصباطة دي لو خدتها كويسة تاخد محصول كويس لو خدتها ضعيفة يجب انتهى عليك المحصول فبالتالي لازم انا يكون ملم بالعمليات الفنية الخاصة لماذا هي فن ديمة موضوع التربية لازم يكون موضوع التربية موضوع الألقاسة موضوع التكييس موضوع التسنيد تشعيب الصباطات كل العمليات الفنية دي لازم يجبع عنده المام بيها خبرة لازم يجبع عنده المام وخبرة بي زراعة الموز العنصر المحدد التاني لزراعة الموز القدرة المالية محصول الموز من المحصيل المكلفة في سنة الانشاء اللي هي سنة الامهات يعني حاليا عشان أنا أزرع فدان موز في الأرض الجديدة ممكن الفدان يتكلف من 80 إلى 100 ألف جنيه 80 إلى 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه ولو أنا أزرع تحت النت ممكن كمان نضيف تاني من 50 إلى 60 ألف جنيه تحت النت اللي هو إيه صوب يعني بزيادة زيادة 50 ألف جنيه فمحصول مكلف فبالتالي إن أنا برضو كل العوامل دي لازم إيجبا أنا مدرج بها عشان أنا لو أنا أزرع صح وأخذ محصول صح بلازم إيجبا أنا برضو مدرك لهذه النقطة مجلنا سؤال قبل كده فاندم في الحلقة بتاعت المرة الفاتحة مكتوب بيكلم موز آآ ما عرفش واحد بقى مزارع موز أو إيه فبيقول لك والله لا ده الموز ده بيخسر ليه لأن أنا بشيل منه ومش عارف العرش وبشيل منه إيه وبشيل منه وإيه وبتبقى إيه فإيجابة ساعتك إيه فأنا قلت له أنا أنا مش خبير في الموز بس أنا قلت له لو الموز بيخسر ما كانتش المساحات دي كلها تكون موجودة ما كانتش اللي عندنا الكميات الزراعات اللي حتاك قلت عليها دي كلها موجودة الأراضي دي لا لو هو بيزع الموز آآ بالمقاومات صح يعني من ناحية اختيار التربة اختيارات الشتلة الصحيحة والصنف الكويس بيجيب شتلة من المصدر كويس وبيعمل برامج تسميد صح وبرامج راي وانتخاب في الموز صح الموز ما يخسرش الموز أكتر محصول يكسب وبيدعاد اقتصادي في محاصيل الفاكة كلها لو أنا زرعته صح وعملت العمليات الفنية بتاعته صح أكتر محصول يدعاد اقتصادي لكن هو الجزيل اللي بتتكلم فيها دي هو بتكلم على نظام البيع بتاع الموز يعني النظام البيع المحصول في نهاية الموسم ففيه نظام فيه أكتر من طريقة للبيع فيه نسبة بيع بالطل فهو طبعا عشان خطر العيوش والكف الأخير فالتجار بياخدوا طن الموز إنه ومتين طن ورابع لأنه بيجب عامل حساب العيوش والكفوف الكف الأخير فده بيحسبه في البتاع وبعد كده برضه بيجب عامل حساب لما بروح الموز لأن الموز طبعا ما بيستويش على النبات الأم لازم بتعمله إنضك صناعي فبرضه بيحسن نسبة فقد للمحصول في غرف التسوية فهو بيجب عامل حسابه في الجزئية دي ياخد ربع طن زياد من مئة وخمسين إلى متين كيلو حسب الاتفاق وحسب كل منطقة لها نظام يعني تلاقي كل محافظة لها نظام في البيع في محافظات أو في بعض الأماكن بيبيع الموز كلالة يعني بياخدوا مثلا فدان الموز ويقولك بيعتبر الفدان الموز فيه ألف نبات يعني فيه ألف صباطة فبيشتري كلالة كده بيجب بيشتري الموز كده كله بعضية فهو بيتكلم على الجزئ دي لكن هو الموز ما بيخصارش لو زراته صح ما بيخصارش ده بالعكس أكتر محصول يدي عائد اقتصاد يعني حتى لو دخل التلاجات وقطعنا لأيرش وحاجات دي يدي كم يا فندي بكده يعني أنت عقولنا مثلا بيوصل لتلاتين طن الفدان ده بس لما بيزرع وبيدي معدلات السمادية الصح وجايبش ثلاث مصدر كويس ثلاث زرات أنسجة من مكان كويس يدي معا ثلاثين طن وفيه بعض الأصناف وبعد الزراعات بتعدد ثلاثين طن كمان ممكن تعدد ثلاثين طن فيه ناس بتوصل لأكتر من كده يعني ممكن يكسب لهم ثلاث ألف جنيف في التلاجات أو مية وخمسين ألف مثلا برضو عشان مش عايزين ندي رقم عشان ناس يقولك يعني في بعض الناس بتكسب الرقم ده بس هي طبعا السعر بيطلع ونازل المزرعة على حسب عمليات الخدمة اللي بيعملها للمحصول طب الأصناف فندي من الحلقة بتشجحها أو بتقول والله دي أصناف دي مقاومة والأصناف دي كويسة خذلوا بكوا منها هو بالنسبة عندنا احنا في مصر طبعا في الفترة الماضية كان فيه يعني حاليا عند الوقت المنتشر عندنا غالبية الزراعات في فيه الجراندنان فيه الويليامز فيه الصنف الزيف دخل فيه ثلاث أربع ثلاث أصناف برضو جداد مبشرين الصنف زي الرهان الصنف زي جافة إنتاجيتهم عاليا جدا وهم مبشرين بدي إنتاجها عاليا فيه أصناف طبعا كانت بقولك المزرعات الأديمة اللي هي زي مثلا منزرع في وجه إبلي دي كمان يعني إيه دي إنتاجيتها ضعيفة وهي دي اللي مأثرة في زي الهندي والبصراي لكن إحنا بنركز في الأصناف اللي هي حاليا بتنتج عن طريق زراعة الأنسجة زراعة الأنسجة آه لأن المعامل دي مركزة في الأصناف دي يعني المعامل زراعة الأنسجة اللي هي الأصناف اللي بتعملها إنتاج شتلة اللي هو الجراندنان الويليامز الزيف وبعد كده صنف الرهان وجافة فيه برضو هنستكمل الجزئية دي بس ناخد مداخلة معنا أول مداخلة في البلنامج الأستاذ عبدالخالق من منفرية أستاذ عبدالخالق أيها شخصات أيها الدكتور معاك سؤالك أنا مستمع سؤالك هو في النسبة المحافظة المنوفية فيتكلم في الأراضي اللي هي الوادي المنوفية بزراعة وغالبا صنف المغربي صنف المغربي الزراعات عندهم تستمر ممكن لخمسلاشر سنة وعشرين سنة ما بيجددوش الموز ما بيجددوش لا ما بيجددوش وغالبية المزارع الأديمة كلها يعني المزارع الأديمة سواء في الصعيد أو في المحافظات الفي الوادي الزراعات عندهم تمتد لخمسلاشر وعشرين سنة وممكن أكتر من كده طب وذا بيحصل يا أستاذ عبدالخالق الصنف أنت اللي زارعه المغربي ولا صنف إيه ولا أنت أصلا من خمسلاشر سنة ما بيجددتش الطرع منفح الطرع اللي هي بالأرض الزراع ما بيجددتش بقالك مدة إيه ما جددتش ما بجددش كلها الطرع ما بيجددتش بقاله خمسلاشر سنة أه ما هي زي ما قال الدكتور بالزبط كده يعني طيب اسمع الياجابة بقى من الدكتور ما بيجدوش ما بحاري بيش أخلاق إيه إيه الطرع عمش ما بغوطة ما بيجدوش ما بيجدوش الماء البحاري بيش أخير لا أتكلم عن المية المية البحاري آه آه ده موضوع تاني ده موضوع تاني ماسي شكرا أنا صعب خالق اسمع الياجابة بقى من الدكتور فهو طبعا عنده المية ما بيجددش طب الناس دي بقى إيه تشيل خلص الموز والجدد ولا تعمل المفروض المفروض عشان بيحصل تزاحم للآسة بتاعت النباتات القديمة وبعد كده الانتظام النباتات في البستان بيختلف يعني أنا مثلا بيجب ايه عشان موضوع التربية فيما بعد فهتلاقي التزهير بيش موحد بتلاقي نباتات كتير جزء كبير جاي في غير موعد الموعد الغير مرغوبة لأن أنا أخذ فيها تزهير فبالتالي المفروض الموز أقصى حاجة خمس ست سنين وأجدد ده بالنسبة لأرض القديمة في الجبل بيبقى أمهات وخلفتين أو أمهات وثلاث خلف على أقصى على حاجة وبيجدد بيجدد عشان كده بده محصول جالي عشان كده باخده محصول عالي ما بيستناش المدة الكبيرة دي لكن تعالى عندنا في صغير فيه ناس من خمس سنة الموز مزرور ما بجدده يعني احنا نقول الأهلينا في المنوفية وفي الأراضي الطينية لا جدده جدد الأراضي وممكن تغير بقى لو ازرع لأراضي طينية ناشفة يجدد مش كده أيوة آه يجدد ويزرع تاني يعني يريل الأرض وسنة كده ويبدأ يزرعها تاني ويزرعها على مسافات صح وأصناف جديدة ذات الانتاجية العالية عشان خاطر ياخد محصول عائد يغطي التكاليف اللي بيصرفها معانا مجدي من المنوفية من الشرقية السلام عليكم وعليكم السلام يا فن تحاتي لك معانا الدكتور وأنا سعيد جدا بالبرنامج صراحة هي توعيات الزراعية في القرى عندنا في الريف الله يخليك السؤالي لمعانا الدكتور هل إحنا عندنا الأرض طينية سودة هل ينفع زراعة الموز فيها ولا لا السؤال الثاني ليه الموز ما بيستويش على الشجر نفسه وبينلاقي بيتقطعه وأغضر وبتحطي في تلاجات نعم طيب شكراً أستاذ مجدي شكراً جزيلاً ألف شكر اسمع الإجابة حضرتكم أولاً الموز لو أرض سودة تقيلة ما ينفعش تزرع فيها الموز خلاص هو أنه كده نجد طبيعي بس حيث لك محصول ضعيف جداً وحتعالي وحيبها غير اقتصادي فعشان كده ما أنصحكش لو أرض سودة تقيلة ما تزرعش فيها موز طيب هو دلوقتي عامل زي زي أي حاجة كده إنها تترتب على الشجرة لا الموز بتجمع أغضر لأن الموز عندنا يعني في حاجة اسمها سمار كلاهيم التريا والسمار النانك لا يكتري يعني هو السمارة أنا شوية لو أنا استوي على الشجرة اللب والإشرة بتاعته ضعيفة لو أنا سيبت الموز عشان يستوي على الشجر هيحب نسبة فقد كبيرة جداً إيه كليمتري دي فعني اللي هي سمي كليمتري كليمتري أو المرة أسمحها لا يكترك يعني اللي هي السمارة النشوية اللي هي زي اللي ما يحصلهاش نطج على آه لازم أعملها نضج صناعي يعني بعملها هل بلح كده مثلاً لا 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 بلح لا 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 هو عندنا الموز ممكن المنجا ممكن أعمل لها برطة منجا بلزبط المنجا في السمار اللي هي بيتيك بها نشوية بيتيك بها نعمل لها نضج صناعي جميل معنا بسيبهاش الحد نستوي على الشجر عشان ما حسنش نسبة فقد وتلف المحصول على إصابات بكترية وفطرية لا هو نفسه لو سيبتم حيحصل تشقق في الأصابع هتدخل في فطريات نسبة فقد في النقل من الغيط لحد ما يوصل لأماكن مش هيلاقي حقاً مش هيلاقي عصير نسبة فقد ونسبة فقد كبيرة جداً عشان كده بنتقع وأخضر عندي درجات معينة يعني في درجات الاجتمال النطق يعني في علامات يعني احنا محددة نقوله في المرحلة دي اقع عصبات المبونس عشان تدخل ايه تروح للتلاجات بعد كده الاستيوة والصباطات يعني لو أنا حصدر ليها مرحلة معينة لو أنا تسويق محلي ليها مرحلة معينة لو السوق التسويق في مكان قريب برضو ليها مرحلة معينة يعني في الالتفاف بتاع الصابع طب هاي احنا معنا وائل من منوفية اهلا بيك اهلا بحييك وبحيي برنامجك الجميل بصراحة يعني تستفادة كبيرة 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 من البرنامج الله يعني حاجة جميلة وبحيي ضفة الكريم والله يعني أنا كنت عندكم في المنوفية بس كلمنوفية فترة كبيرة على فكرة بمر في الموز جميل سؤال حضرتك افراد المشاكرين جدا على المجاملة الجميلة دي لا والله ماش مجاملة دي حقيقة ربنا يكرمك يا رب ربنا يكرمك أنا ممتابع القناة باستمرار ويعني الحمد لله يعتبر غرشيات بتاعنا موقعات مصر الزراعي نحمد الله نحمد الله الله يخليك يا باش افرق بعد هزنك تحت أمرك أنا زارع في أرض هنا أرض خفيفة يعني كلام حضرتك في الموز في الأراضي السهيلة أنا فردت ده كله لأنه بقى لثمين من زارع موز أرض الضلطة هنا ثمين وفي تمام اللهم نطلع نبي فيها عندي بعض العيدان في الأرض دلوقتي طرحها اللي هي خلف أولى وبقطة حوالي متر ونص مئة وسبعين سنطي أربعتاشر متبتاشر وسبعتاشر كبيرة تمام بسم الله وإن شاء الله بس مش الأرض كلها لأننا يعني ما بسميتش التسميد ده أنا حضرتك منازل خداخ بلدي متحلل وبنازل رسمال سابلة والنطلات قليل يعني بتسم على حاجات خفيفة بنسبة للتسميد يعني ينفع من الموز اللي هي الصببات الكبيرة دي إن أنا أخذ منها نظام حالقاسة أو نظام خلف أو إن أنا مثلا ممكن ده ما أعمل هنتجي هيبقى الصنف اللي هيطلع منها نفس المواطفات بالزبط بتاع العود اللي موجودة عندي منازل دلوقتي أو اللي هي بالزبط عنده صنف كواس قوي وعايز بياخد منه أنسجة طيب يسمع السؤال هو يعني ده ربنا يا كرامك يعني سابعتاشر تمتاشر كف يعني فعلا نباتات متميزة بس هو ينفع يتاخد من عنده ويتعمل نظام أنسجة بس ده حد يكون من معامل المتخصصة في معامل زراعة الأنسجة يروح ياخد من عنده من الخلفات اللي طالع حواليا للأم وياخد مرستيمات وممكن نكسر وتتعمل سلالة جديدة يعني لو هي سلالة سلالة جديدة لكن لو هو الصنف اللي عنده موجود ومعروف وهو أنت جيته كده ما خلاص هو موجود يعني عندنا موجود لا هو عايز يعمل أكثر منه وأنه عارف ما هو ممكن أنا معرفش هل هي طالع مثلا حالة فاردية دي نبات واحد ولا غلبية النباتات كلها كده هو بيقولك لا مش كل النباتات ماشي بس ممكن أستاذ وقل يسيب رقمه لو هو معنا يسيب رقمه في كنترول وإحنا نوصل لك بالناس ويقول لك يعني يشون في الدنيا ويوصلوا بحد من الجماعة بتوع معامل زراعة الأنسجة ويروحوا ياخدوا قمة طرفية بعض الخلف ويعملوا منها مرستيمات إنه بيديد انتاك كويس وفي أرض في المنفية نوصلك يعني بالمعني في الموضوعات لكن ما نصحوش إنه هو حزبة عايز هو يكسر بالخلفة يعني ياخد خلف يفصل خلف الموجودة حوالين النبات ده لأن دي طريقة برضو يعني انتهت يعني كمنا زمان بنعملها لكن أنا ما منشجعش عليها دلوقتي منشجع يعني نحاول نشجع الاستخدام لشتلات الناتج زراعة الأنسجة ما هو بيجد دي فاند لا هو عايز يفصل الخلف اللي طالع حواليها ويرقع بها بحيث إنه هتديله نفس مواصفات الأم ما هو برضو طريقة من ضمن طرق تكسر الموز الزراعة بالخلفة ليه ما بتنصحش بها دكتور لأنه هو بيحصل تجريح للأم لما يجي أفصل الخلفة دي من الأم بيحصل تجريح في القلقاسة وفي نفس الوقت بتتأخر في التزهير بعد كده يعني ممكن هو لما يجي يزراحها مش هتديله نفس لأنه هيزراحها في معاد ممكن غير مناسب التزهير بتاعها هتتأخر مش هيدر يتحكم في التزهير أو في العوامل الفيسيولوجية بتاعتها يعني هبدأ يزبط الإصمار بتاعها من السنة التانية مش من السنة الأولانية بس هيديله نفس الانتاجية هتدي نفس المواصفات ممكن اه لو فيها نفس يعني لو هو مستغني عن أول سنة ننصحه بده فضل إن هي تعملها تشكرش لو هي كانت فعلاً زراعة أنسجة آه زراعة أنسجة لأن هنعمل منها كمية كبيرة بالزرعة بالعكس النباتة خلاص إن شاء الله لو أستاذ وقيل اتصل هني ممكن أن نبعاته ونشوف جاي الصنف طفرة كده ممكن كبير صلالة متميزة فعلاً ممكن معنا لو أستاذ أحمد من اللقصر معنا الخط تقطع أستاذ أحمد سلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام الموز ينفع في الأراضي السودة التجيلة لا لا ما ينفعش زي ما قال الدكتور لا ما ينفعش ينفعش يا فندا مهما نزودت معدلات الخدمة لا مهما نزودت بص هتلاقي في الآخر انتاجية لا تعادل المجهود اللي أنت بتبزله يعني هيبقى غير اقتصادي معاه غير اقتصادي في سؤال تاني أستاذ أحمد بارك الله فيك تحياتها لي حضرتك جميل يعني فعلا فيه ناس كتير قوي يقولك لا واحد يقولك لا ده أنا جايب 30 طن للفدان واحد تاني لا أنا ما عنديش عايزين نعرف حضرتك إنشاء بستان الموز ده أنا عايزة أوصل لل30 وال35 ده تمام إيه المواصفات عشان الناس تبع عارفة إيه هي المواصفات وبعدين لما يعرف إن الإنتاجية قلت يبقى قلت منين هو ده اللي احنا عايزين نوصل له سادة مشاهدين فإنشاء بستان إيه هي الأمور كلها عشان توصن للأقصى أنت جايب أول حاجة تتوفر فيه الشروط اللي احنا قلناها لقبل كده التربة المناسبة للزراع سواء في الأرض الوادي أو في الأراضي الرملية الأرض الوادي وإنها تبقى أرض طمية خفيفة هي الأرض الصفرة اللي بنوع لها أرض طرح نهر أو أراضي جزائر في الأرض الرملية تبقى أرض سلتية خفيفة النسبة مولوح لا تتجاوز مصدر موصوق شتلات عمل كل ده دكتور كل تمام بس ما خدمش الأرض لأ ما نبدأ بإنشاء البستان أول خطط الأرض ويبدأ يعمل شبكة الري بتاحته ونحدد ونحمل الزراع طبعا بتاحت نظام الري بالطنقية ونفضل استخدام الخنادق بش الجور يعني منحاول نخدم أكبر مساحة في الأرض يعني بفضل زراعة الخنادق يعني بعمل خندق بعرض متر أو متر ورابع عشان أزرع فيه النباتات بخدمه بعمله بحفره بالدتش حفر كده خندق حفر بطل ناتج الحفر مثلا بعمل 80 سنطي بناتج حفر وبعد كده بخلط جزء من ناتج الحفر مع الأسمدة العضوية والكبريت والصوبر وبردهمه تاني ويفتح عليه الخرطيم حد ما عاد الزراعة خرطيم بتبع فوق ولا تحتفن لا فوق يعني فيه وصي كان زمان في الأرض الرملية الغالبية بيزرع زراعة واطية آه يعني في الأرض الرملية يعني بنزرع بنحفر الخندق وبنزرع وبنبدأ كل سنة يردم جزء آه يعني بيزرع ويجبع زراعة واطية وبيبدأ كل سنة يردم جزء لأن الخلط بتعوم في الأرض الرملية بيبدأ يردم عليها جزء من الناتج الحفر مع الأسمدة العضوية اللي بنزلها كل السنة جميلة فيه بعض الناس تزرع زراع على نظام مصاطب عالية تعكس فدي لها مزايا ودي لها مزايا ايه تاني فان الخنادق وبنزل فيها الخدمة الأسميدة العضوية والصوبر والكبرية الزراعي وبيردم تاني ويفتح لها الماء عشان تبرد قبل الزراع بفترة عشان يتخمر الأسميدة العضوية وبعد كده بحدد مسافات الزراع مسافات الزراع دي بتتحدد لكذا حاجة يعني الصنف اللي انا هزرعه ايه يعني فيه اصناف الساق الكازبة بتاعتها طويلة فيه اصناف اللي هو الساق الكازبة بتاعتها طب هل دا يا فاندن بيتحدد لما اجل شري مثلا النسيج من البداية انا عايز ايه لا انا دلوقتي انا رحت الشريت مثلا شتلة من مزارة الانسك هل هما بيقول لي دي الصنف بتاعها زراعتها او مصافاتها كذا كذا لا هو ما بقولك شي هو بيقولك مصافات الشتلة لكن انا من البداية بانا عارف انا هروح اشتري صنف الجيراند ولا هشتري زيف ولا هشتري وليامز ولا هشتري الصنف الجديد مثلا الرهان كل واحد ليه مسافات الزراع وحسب الكسافة النباتية اللي انا عايز لا بيسأل فيها الخبير يا فاندن اه اه حد متخصص اه اه حد متخصص نعم معانا ابو علي من سهاج الاستاذ ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام احنا برضو عندنا ارض سودا هنا بس يا الناس بيكسرة بالحفار كده يعني انت عدك ارض سودا بيهويها بالحفار لا لا اما بيعملوا بيعملوا اه مركز الباليانة اين في الباليانة برديس برديس ضعيم ارضا لا بس حضرتك انتو بتعمل يعني بتشيل الطبقة السطحية كلها اه حد ما توصل الارض النعمة عشان بيعملوا في دار السلام كده ايوه بتعمل كده يعني ولا ايه اه بنعمل زي كده ايوه بس دي طبعا امر احنا ما بنشجعش عليه لان برضو الارض الزراعية والطبقة اللي فوق دي يعني دي مش بنشيلها بنخليها زاعدة بنخليها زاعدة يعني بتجلبها جليب لا ما انا بقول لحضرتك انها فيه بيعملوا كان بيجوا بيشيلوا الطبقة السطحية كلها بيبعوها للجماعة بتوعوا الطوب اماني الطوب لحد ما بيوصل للجزء الخفيف تحت طب اللي عايز اسأل بس معاملات حضرتك اللي انت حضرتك بتعملها دي يا استاذ ابو علي يا حاج ابو علي انت النهاردة بتعمل القلة وبتشيل الطبقة السطحية وبتفككها وبتدكدكها انتاجك من الموز يعني السبطة بتجيب قديه معاك او الفدان بيجيب قديه معاك لا احنا اول سنة نزرع بس الناس كلها اه دي اول سنة يعني انت ما عندكش خبرة قبل كده اه اول سنة الناس كلها بتزرع زي كده يعني جابه كام يا فن يا انت زارع موز دولت السنة دي حتى زارع موز حنين الفدان ممكن بيجيب مئة الف زي كده يعني في الحدود ده مئة الف ايه لا انا بيجيب كم طن مش عارف والله بس يعني ما حدش بيقولك بيجيب طن يعني بيجيب حوالي مئة الف يعني ارضك فين في برديس طيب يا ارضك في برديس عشان انا اروح لك اشوفك فين في برديس الدكتور هايجي تزورك فين في برديس اه اه نجي العرب يعني طيب اتواصل معي سيب سيب رقمك في الكنترول وانا طبعا الدكتور هتواصل معك ماشي ماشي شكرا شكرا ابو علي من سهاج معانا فاتحلم البحيرة سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم السلام عليكم ربنا يكرمك يا رب ربنا يكرمك يا اما كان احنا مستوى كده امام الهازل لهذا النباتية صراحة حضرتك كل حاجة والله يبتصل بحضرتك يا بطول يا عزي ربنا الحضارك بتتصل بي انا بتصل بحضرتك بخصوص الموزة فنجم اه اه اهلا بيك قال لي تحت امرك اه تحت امرك طبعا معك الدكتور بدوي تحت امرك انا عاجل اسأل الدكتور بس انا اخذ ارض جديدة في الصحرة في الصحرة ارض صفرة فعايز اعرف زراعة الموت على سمح الناس انزرحت شهر ثلاثة ولكن فانجم هل مدينة الشجرة والشجرة مثلا يا فانجم اغضرتك عايز اعرف المسافة بتاعتك وهل ممكن او هل يجوز رش الموت مسافة لا سؤالك تاني هل يجوز رش الموت ايه انا عايز اعرف المسافة اولا عايز اعرف المسافة مسافة الزراع ايه تاني في المسافة هل ممكن رش الموت بأي دوة من الأدوية مثلا بدن بوحذيها بحاجة ذاكبة؟ طيب انت زرع الرأي بتاعك رأي غمر ولا رأي تنقير لا رأي تنقير طمي تنقير تنقير ماشي جميلة شكرا عزيزا 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 شكرا فلس أو الأرض بتاعتك أرض إيه؟ طميية طميية طيب اسمع الإجابة أستاذ فتح الله اسمع الإجابة من الدكتور بص حضرتك مسافات الزراع فيه أكثر من طريقة دولة فيه ناس بتكسف يعني بتزرع ممكن تلاتة في تلاتة ويزرع نباتين في الجورة مش حسب الصنف يا دكتور ما حسب الصنف آه ما أنا بقوله حسب عندك زرع جراند ولا زرع عزيف ولا زرع إيه؟ بس هو غالبا هتلاقي الجاي بالجراند آه فلو أنت يعني فيه ناس بتزرع وفيه ناس بتزرع على تلاتة متر ما بين الخندة والخندة ومتر وربعة ومتر ونص ما بين النبات والنبات داخل الجورة نبات واحد في الجورة بس بيزرع ما بين النبات والنبات نبات واحد فكل طريقة يعني بحيث يوصل الكسافة فيه ناس بتوصل لألف ومتين نبات دلوقتي في الكسافة النباتية للنبات في الفداء ما دي حسب الصنف يا فن؟ لا ما هي حسب الصنف بس برضو يعني ايه؟ اللي بيحكمني الظروف المناخية يعني تفرق من مكان لمكان يعني المطيقة لو أنا بزرع في أسوال تفرق لنا أنا بزرع بحر أسوال مثلا المناخ جاف والرطوبة فيه ليلة يعني يفضل لنا نكسب أزرع مسافات دياءة لو بحري لو أصناف الساق الكسبة بتاعتها طويلة والقطر بتاعتها قوي زي الزيف أو الأصناف الجديدة الرهان لا ما ينفعش يعني ايه؟ دياء المسافة لا أوسع لأن النمو النبات قوي بيدي مجموع جزر قوي تحت فبالتالي ما يفضل إن أنا أوسع مسافة الزراع آه جميل يعني أوسع مسافة الزراع ما زرعش على مسافة دياءة المسافة دياءة إحنا بناعمل فكرة التكسيف ظهرت في ايه؟ الموز قلنا مكلف تكلفة الإنشاء بتاعتها ممكن تصل إلى 100 ألف فالمزارع عشان يغطي التكلفة العالية دي من أول سنة فنحن بنزود عدد النباتات في الفدان في أول سنة لكن لازم أستخدم طريق التربية معينة بعد كده للنباتات اللي هتديني في الخلفة الأولى وخلفة الثانية بحيث أحافظ على عدد نباتات معينة لكن لو سبت النباتات وكسافة بالطريقة دي لا حيحصل نوع من التزاحم لازم أستخدم طريق التربية معينة بعد كده في انتخاب الخلفاء لازم يجب أن أعرف كده دي عبل طريقة الزراعة مكسافة إن هي محتاجة خبرة في التربية والانتخاب طيب أنا شايفة دكتور لكن الزراعة الوسعة يعني إيه بتجب أسهل في موضوع التربية والانتخاب نقول إن الزراعة الوسعة هي الأصل يعني يفضل اللي ما عندهوش خبرة قوي في المتاع ما يقلش عن 3 في 3 3 في 3 بين الشجر بين الخط والخط وما بين النبات والجورة والجورة داخل الخط يعني بين الخط والخط 3 متر وبين الجورة والجورة 3 متر يعني يوصل بحد أقصى مثلا من 800 لألف فدان المعدل المثالي كم فدان؟ من 800 نبات لألف نبات ده المعدل المثالي نحن نعتبر للفدان ولو حبي يكسف بهو عنده خبرة فاهمة دونك هي حلوة وصباية ممتازة ويعرف مصرفة فاهمة عندنا في نعمل محات الصالحية الجديدة كيه فاهمة أوكي عافي نجد منطقة صالحية ما هو يعني يعني فيه هو وارد برضه في فترة السوق هو وارد في فترة نسمع طب نسمع 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 كده في الآخر انت عندك مية الصرف في 80 سنتي صح؟ بينك وبين الصرف في 80 متر يعني أقل من متر أقل من متر ومعندكش صرف كويس أقل صرفها كويس ها طيب جميلة أعتقد كده ممكن تسيرها وبيقعد كم سنة دكتور لا هو الموز الموز بيعام يعني ممكن يقعد معك حتى 15 بس نحن المفضل أقصى حاجة نخليه خمس سنين ونجدد عشان بتنتشر الأمراض الفيروسية في المزرعة فبالتالي الانتاجية الانتاج بعد كده بيبقى بيبقى بيش اقتصادي يعني لما بزيد نسبة الإصابة بالتورد داخل الغيط فبالتالي الانتاجية بتبقى غير اقتصادية فإحنا بنقول أقصى حاجة خمس سنين ونجدد المزرعة ده بالنسبة بقى طب شكراً أستاذ عزيز بالنسبة للماء الصرف مستوى الماء الأرضي يعني المفروض يعني أقل حاجة متر يعني إيه بتجبقى فقه أمي بس إحنا بنخاف برضه اللي في حالة سقوط الأمطار هو لازم يجبقى عمل آآ مصارف عنده يصرف الماء العالية لو ارتفع مستوى مع الأرضي يجبقى فيه ايه صرف الماء ولو ما عندوش ما يزرعش لموس ما يزرعش مش كده طيب معنا الأستاذ محمود من الوادي الجديد أستاذ محمود الوادي الجديد أهلا بيك أهلا بيك يا فنز سؤالك أستاذ محمود يا فنز لو سمع حضرتك أنا عايزة أعرف الوادي الجديد القرافرة اا ها آه الأرض ايه رملية خليط ما Milk الجديد خليط ايوة ي too يعني مستوى الملوحة في التربة كام المية من ملوحة فيها كام دين معامل المحدد الأولاني مستوى الملوحة في التربة كام ومستوى في التربة وفي الميا انت تفهم في الودي جديد طب في الفرفة ياaucoup ما امشي اعمل تحليل التربة والمية الأول أعتقد برابرة دكتور مية ملحة أنا بقول لا لو ملحة مش هينفع أه يعني أعتقد أنها فوق الألف جزء في المليون بص يا أستاذ محمود حضرك تحلل المية وتشوف التربة التربة تاعتك نوح هي هل هي وسط بين الرملية والطمية ولو ملوحة ما تزعش موس خالص لو فوق الخمسمية بي بي ام على حسب كلام الدكتور المية والتربة ماشي يا أستاذ محمود شكرا طيب يا دكتور يعني احنا دلوقتي عايزين إيه يعني موضوع كبير قوي لأن إيه الخبرة ومش الخبرة فعايزين احنا ننقل الخبرة دية للمزارع يقول لك المفروض تبقى كذا والمعنى بكذا فإن شاء الله نبقى نعمل حلقة تانية نفاهم الناس الطريقة والطرق الصحيحة والحاجات دي كلها لأنه هو كده ممكن واحد لسه جديد زي اللي بيسألونا ومعندوش خبرة فمش فاهم المصطلحات نعم فإن شاء الله نعمل حلقة تفصيلية واخبار حضرتك وفيها كل التفاصيل طب الناس اللي بتسأل على إنها بتجدد الخلف فيه ناس عندها بالتلاتين سنة موز وتبتدي تاخد أصنافه والاقي الصنف ده كويس وهو زرع الموز بجانب مزارع تانية يعني مش الموز عنده مزارع أساسي واخبار حضرتك ده تنصحهم بإيه والله يبص يعني الزراعة دلوقتي إذا أي مشروع بيقى مشروع اقتصادي يعني المفروض أنا بعرف يعني بصرف كام وباخد كام فالمفروض يعني إنه اشتغل صح النظام بتاع زمان اللي هو عشان الورسة وغالبيت الأراضي في الأراضي القديمة هي مساحات صغيرة وهو يفرق الفرق ما بين الأراضي الجديدة والأراضي القديمة إيه الأراضي الجديدة مساحات كبيرة وغالبيتها شركات يعني إيه مساحات مثلا مش أقل من 20 فدان من 30 فدان فبالتالي بيستخدم التكنولوجيا الحديثة من نظام الرية والنظام التسميد والحاجات كده المساحات في الأراضي القديمة تلاقي فدان نصف فدان وجنبه بعض وياخد الموضوع اللي بيجيني منه وخلاص لا إنت برضو حتى لو فدان وزرعته صح وبدأت تتجدد المزرعة بتاعتك وتجيبش ثلاث تزرع مسافات صح وتخدم صح هتاخد منهم محصول العائد كويس غير ما أنت وستخد لك أربعة طن وخمسة طن ده فيه ناس بتاخد لها أربعة طن يتجيب الفدان يجيب معها أربعة طن ويقول لك زل فل كويس آه عاشد صبات كده ومشي حلبي وخلاص لا إنت إزرع صح جدد مزرعتك بحد أقصى ما تسيبش الموض فيها أكتر من خمس سنين لأنه بتنتشر عندك الأمراض الفيروسية زي التورد وتبرقش باللقاسات بتاعت الموض بتتزاحم تحت وبالتالي الجدور كفاية بتقل التحكم في عملية التربية وانتخاب الخلفات بتلاقي الموعد مختلفة في التزهير فيش انتظام في التزهير عندك فبالتالي كده إيه إحنا بننصح إنك إنت تجدد مزرعتك ما تخلاش أكتر من خمس سنين في الأرض هو طبعا قبل ما ناخد المداخلة اللي معانا فيه ناس تقولك إيه والله أنا خليها ومش عايزة أجدد لأن أنا أجدد هخسر الأرض دي كلها أخبرك وفيه ناس تانية تقولك لا أجدد ما نزرع حاجات تانية نا هو ده يعني الموض ما يحب الشريك ما يحب الشريك ما ده اللي أنا عايز أوصاله يعني أنا حتى فرضه في المزارع في الأراضي الجديدة يعني فيه كثير من المزارعين بيحمل بطيخ وبيحمل فصولية على الموض في سنة الأمهات أنا موصحش بالقصة دي ليه لأن جزء كبير من النباتات بتصاب الأمراض الفيروسية يعني مرض التبرقش ده مرض عديد العوائل يعني المن اللي بيصيب بينقو المرض التبرقش بينقل من العائلة تحت الخيار أو البطيخ ينقل للموض ينقل التبرقش فبتبص تلاقي نسبة كبيرة من النباتات الصبت بالتبرقش يعني اللي عايز يزرع موض آه ازرع موض بس ازرع موض بس ما زرعش حاجة ما تخلطش على الحياة مدام انت هتكلف واتزرع خليك موض بس أو خصص أرض للموض وجزء تاني ازرعه حاجة تاني إنها ما تحملش على الحياة بص الزراع لشهد فصالي أو الشهد بطيخ تبص تلاقي بعد خمس ستة شهور بعد مشاهل بشارفية تلاقي نص الغيط عنده نباتات مبارسة نبات فيها تبرقش والموض عايز الشهل ما لهوش علاج الموض معمر يعني هو معمر يعود آه لكن إحنا عشان تاخد انتاج اقتصادي بنقول جدده أقصى حاجة خمس سنين لأن بعد كده بتنتشر فيه نسبة الأمراض اللي هو التورد والتبرقش نزادت عن حد معين بنقول إن الزرع بيش اقتصادي لأن النبات اللي بيصاب بالتورد أو التبرقش لازم يشاه ما لهوش علاج وطبيعي حذرك قلتلي أن الموض قاتل أم فده الطبيعي لا قاتل أم وأبي يعني على أساس النبات الموض بيدي صباطة مرة واحدة في النبات مجرد خروج الصباطة دي بداية النهاية النبات الموض خلصتها طلع صباطة بعد ما بتطع خلاص كنت انتهى بتبدأ خلفتها هي اللي بتدي ما فوش حبوب القاح صح يعني أبو بتاعه اللي إذا تلاقي الموض ما فوش بزور يعني عطيب طيب معنا أحمد من الغربية سيد أحمد طب عاود بينا الاتصال هو تقريبا احنا تأخرنا عليه طيب النهاردة احنا قولنا لما ييجي يختار الخلفة أحسن نجيب الأنسجة حاجة زي نعم أهم الأمراض اللي ممكن تصيب الموض يعني أنا حاسي كده أنا كلها أمراض فطرية بس هي بالنسبة شتلات ناتج زراعة الأنسجة أنصح أن يعني اللي يجيب شتلات زراعة الأنسجة يروح لمعامل متخصصة مرخصة ومعتمدة معامل مرخصة ومعتمدة لأنه برضو من مشاكل شتلات ناتج زراعة الأنسجة تحصل فيها نسبة طفرات طبعا لو جايب فيه ناس كتيرة فيه معامل كتيرة بش مرخصة وبش معتمدة فبرضو ممكن تحصل عنده مشاكل فأنت لما تشتري شتلات ناتج زراعة النسجة اشتري من معمل معتمد ومرخص وتاخد فطورة ومعروف الصنف اسم الصنف بحيث لو حصلت اي مشاكل طب هو لو واحد عايز يزرع مثلا موز هل ممكن يلجأ لحضرتك وتوصله وتجيبه منين جميلة بها اي حد يزرع موز هيروح لمعهد بحوث الفكهة الاستوائية قسم الموز هناك هم فيش قسم موز فكهة استوائية هاي بل متخصصين الموز يسألهم منين الجهات المزبوطة او الجهات المرخصة اللي بتعمل زراعة انسجة جميلة اهم الامراض دكتور الشائعة في الاراضي التينية والشائعة في الاراضي الصحراوي بالنسبة لامراض اهم امراض الموز اللي يعني بتحدد مدى نجاح زراعة الموز ixa عندنا الامراضين يعني التورد القمة والتبرقش والنيماتودة دولة التورد القمة والتبرقش ده امراض فيراسية ده لا بينتقل عن طريق حشرة المن يعني لا ينتقل من النبات المصاب إلى النبات السليم إلا عن طريق حشرة المن ده تورد القمة تورد القمة أو التبرقش بس المن تورد القمة ده من المتخصص من المتخصص على الموس فهو المن بينقل المرض من النبات المصاب إلى النبات السليم طب ناخد بس نكمل ده يا فنة ناخد بس سيد صبحي عشان احنا بتأخر عليهم سيد صبحي من المنية اه تحت امرك حضرك لتفضل سؤالك اه انا بسهل على زرعة المزل هزرع في ارض صفرة اه ارض صفرة فهزرع فيها على مسافات كده وعايز اجيب مز انسجة طيب ماشي يعني انت هجيب انسجة وعايز ارض صفرة رملية اه حلو ارض موز ارض صفرة ارض طرح نهر بس اذرع عليها اذرع ماشي اه اه اعايز زراعة الموز اذرع عليها بدنجال اذرع ولا لا لا بدنجال لا لا بدنجال لا اتحملش على اي حاجة الموز محبش شديد لو المتنجان كمان بيصاب بالنماتودة مخصصا المتنجان احنا قاعدة عامة ان الموز ما يتحملش على اي حاجة طيب حدك قلنا تورد القمة يا دكتور ان في من متخصص هو من الاصابة من النبات المصاب للنبات السليم ان الاصابة طبعا انت العراض بتبقى نقط متقطعة على العرق الوسط بتبقى الورقة بتبدأ بعد كده النبات النبات السليم في الموز تلاقي الورقة الجديدة اللي طالعها بتبقى اكبر من الورقة اللي قبلها الورقة الجديدة اكبر من الورقة الجديدة اه يعني اي ورقة جديدة بتطلع في الموز بتلاقيها الحجم بتاعها اكبر من الورقة اللي كان ايه السابقة لها لما النبات الصب بتورد القمة بيحصل العكس الورقة اللي طالع جديدة تبقى اصغر من الابلها لحد ما الورقة كله يتجمع عند القمة متكتل عند القمة بسميه ايه تورد القمة يعني هو في العادي يا فندم أن الورقة الجديدة تكون أكبر مرة صوحة نبات الشريم ده العادي الورقة الجديدة أكبر قديمة بتتفتحش لما تاخد طول وحجم أكبر من الورقة الأب لها جميل في تورد القمة بيحصل العكس بيحصل العكس الورقة الطالعة الجديدة بتب armored أصغر من الأب لها الحجم يجمعو في القمة ويقبل أية وقت شكل الوردة ده نبات لازم يتقلع عملوش علاج هذا مرض بيرسل نبات الصاب بالتورد لازم يتقلع ويخرج خالج المزرع وبنعمل غش وقاء طبعا الفيروس النباتة اللي تبرقش ده بيجبا نغط بيضة تتحول لنغط صفراء في الورقة القبل ورقة البلعوم كده ويبدأ برضو ممكن لو جادت الإصابة قريبة من الشتاء بيحصل تعفل للقلم نعمل حلقة كاملة عن الأمراض المزبس بس ناخد علي من البحيرة بعد ذلك حضرتك أستاذ علي وعليكم السلام نبعوز أسأل الدكتورة على شتلات الموز الجديدة اللي بيقول عنها هي الصنف الجديد شتلات الموز الجديدة الأصناف الجديدة يعني أه أه أقصد حاليا أكتر أصناف امتشر عندنا وانتاجتها عالية عندنا الجراند في الوليامز في الزيف وفي دلوقتي في أصناف زي الرهان جافة بس الدولة احنا برضو تحت تحت الاختبار لكن أصناف مبشرة وانتاجتها عالية جدا وحيعملوا نقلة في إن شاء الله في شغل الموز فترة جاية اللي هي اسمها هي الجديدة في جراند في ويليامز في زيف جراند جاية والوليامز الجديدة في رهان في جافة لسه يعني تحت الخبار لأ يعني الإنتاج بتاعهم موجود بس بكميات كبيرة يعني بس موجود إنما هو الثلاثة المعتمدين جراند وويليامز موجودة شتلتهم موجودة موجودة ناشى أستاذ علي شكرا في سؤال تاني أستاذ علي عندك سؤال تاني لا أستاذ علي شكرا طيب شكرا ده تهرد القيمة فاك وده أصلا ده واي يعني ده مرض فيروسي النبات اللي الصاب لازم نقلعه ويخرج خارج المزرعة والمفروض لو جيف عمر صغير بتتقلع النبات بالخلفات الحواليه لو هما لسه النبات والخلفات الحواليه والقاسة واحدة يبقى لازم أشيل الجورة كلها كلها وبعدين اللي أهم من كده أنه بين إنه نوع معين من المن فأنا أول ما سوف أي من من أي نوع أعمل مكافحة العلاج المكافحة هو مكافحة لها سريع وقاء إننا بحاجة بقاوم بحشرة المن اللي هي بتنقل المرض برش حشرة المن مرة كل 14 يو وممكن فيه مصائد فندم وفيه فلمونات رش وقائي رش وقائي ضد حشرة المن طيب جميل أي تاني فندم من الأمراض اللي هو التبرقش اللي هو الموزايك أو التبرقش التبرقش الموزايك لو فيه زراعات حوالين الموز اللي هي بتصاب الموزايك زي الدورة زي نباتات الأصب زي البطيخ نباتات أي نبات بيصاب الموزايك أو التبرقش ينقل المرض التبرقش للموز عشان كده بنقول أيوه ابعد الموز عن أي عن الخضار وعن الطماطم وبعدها النبات لو الصاب بتبرقش ما لهوش حل غير إنه هو يتقلع أي إصابات ضيروسية وهنا برضو العلاج وقائي إن أنا برضو بيرش حشرة المن اللي هي بتنقل الإصابة من النبات المصاب للنبات السلي أو ممكن أي حشرة سقيبة مصة أي حشرة سقيبة مصة بتنقل الفيروس فإحنا بنجبها رش رش وقائي جميل جدا وبعد كده النباتودة طيب عندنا أستاذ أحمد فين النباتودة هنكلم عنها أستاذ أحمد أحمد من الغربية أيوة يا فندي أيوة كنت حضرك معلش قطع لاتصال أسؤالك أستاذ أحمد أيوة يا فندي سمع عنيك وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك أنا زارع بس ممكن حضرك تكلمنا بس تكلمنا من التليفون وتقفل التلفزيون أيوة يا بش أنا وطيت التلفزيون خلاصا طيب المزارع أنا زارعها زيف أيوة وعندي أنا وطيت زارع زيف وزارع في أرض طرح ميك جميل خدت بالسيادتك بس عايزة أعرف بس موعيد الري بالنسبة في الصيف وموعيد الري برضو في الشتاء وكمان هستسمعك في حاجة كمان دلوقتي أنا بروي غم خدت بالسيادتك وتقريبا أنا ممكن أقول أن أنا حضرتك في الفترة اللي فاتت ديها تسميت اسمات بلدي فهو الكلام ده صح لا بادري شوية النسبة سمت في إمتى ده لسه النهاردة لا بادري شوية بدرتي شوية أنا أنا سمت قبل كده في شهر اتنين ودلوقتي برضو سمت لا لا هو السمات بلدي تنزلوا من بعد نص 11 أول 12 يعني المفروض يعني طيب بالنسبة لموعيد الري موعيد الري ري غامر طبعا من طريقة كلامك بتقول ري غامر أيوة ري غامر ري غامر هنبدأ نزود المسافة ما بين الرأيات دلوقتي إحنا دخلين على الشتاء خلاص بدأ الجو إيه الدرجة حرارة نخفض صح فهنبدأ نوسع نزود المسافة كنت بتروي كل كام كل أسبوع ولا كل عشر تيام في الفترة الفاتت لا كل خمستاشر كل خمستاشر من الفترة الفاتت آه من أول لا أنا قبل كده كل كل 12 دلوقتي زودت كل خمستاشر هتبدأ تزود يعني مثلا إيه خمس تيام أو حاجة الفترة الجاية يعني من نص 12 كده ممكن تيبقى كل شهر طيب طب أنا عندي سؤال تاني هستسمحك بس دلوقتي لكن ما تمنعش الرأي خالص مص عشان فيه ناس بيقولك صوم الموز ما تمنعش رأي عن الموز لا ده ما بصومش موز لأنه ده فيه فيه انتاج ما أنا بقول لحضرتك فيه ناس بيجي يقولك في الشتاء نصوم الموز عشان الصباية تستوي لا 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 يعني جدور الموز سطحية يعني غالبية جدور الموز في الخمسين سطحية من التربة لو أنت منعت الأرض هتعدت الجدور دي هتبدأ ايه تنشف منها طيب هستسمحك دلوقتي أنا جبت نسيج السنادي والنسيج السنادي اتأخر وما اشتغلش وما جابش انتاج خضري نتيجة ايه جبت ايه جبت نسيج نسيج السنادي نسيج 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 جديدة المهم حضرتك بعد ما جبت النسيج النسيج ما اشتغلش فالحت النسيج لقيت الجدور صمرة لسه بقول الدكتور لازم تجيب المصدر من مصدر موسوخ ما تجيبش الشتالة بتاعتك من اي مكان طب هستسمحك دلوقتي انا جبت طب ايه الحل ممكن يكون بزود مياه ممكن يكون بزود مياه لا 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 يا بلعب العب في الشتلة في الشتلة اه انت جبت من مصدر غير موسوخ لا ومعاك فاتورة انت معاك فاتورة لا معاك فاتورة يا استاذ احمد لما تحبت الشري تاني والله تأكد لما تحبت الشري شتلة من مزارع انسجة اشتري من مزارع ده كل جديد لا 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 ممكن التاني مسلا لو هي بمية جنيه بيحاله بخمشة جنيه لا هي بخمشة جنيه ما هو برضو لا هو دلوقتي يعني انا عايز اقول لنا حضرتك الجدري اللي تحت الكين جايه في الكيس هو اللي فيه لحفظ دلوقتي اما من فوق انا بصتك لقيت في الجدور الجديدة شخصها لها انت سرعتها انت الشتلة دي طيب سرعتها انت انا زرف بشعر ثلاثة حوالي 23 اه 23 لا ده 23 من بدري انت غلطت انك انت اشتريت اولا بص لا كنت اقول لك لوريب كنت اقول لك احنا شكرا احنا شكرا اشير الجدور خالص واغمزها في مطاهر فطري وابدأ ازراحها تاني برضو طريقة مش انا مش اجرع لا ده سيف واتيو كان يعني انقاذ ما يمكن انقاذ استسمحك استسمحك يعني لو استعملت مثلا سيفونات مصايل في ستيل الالمونيوم حاجات زيبة دي تخاصة اي استخدم اي مطاهر طيب ماشا فندم شكرا 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 طبعا انا بقول للاستاذ المشاهدين عشان تضمن انت طبعا احنا دولاتي مش عارفين الاستاذ احمد ده لعيب هلو زود ميا زرع بدري ايه السبب بالزبط بس احنا بنقول لما تحب تشتري شتلات من مزارع انسجة روح دايما للمزارع الموصوق فيها اسأل مركز البحوث الزراعية قسم بحوث الفكهة الاستوائية اسألهم حتى بالتليفون روح لهم هناك وتعرف على العلماء اللي هناك هيدلوك من غير اي حاجة يعني وفي نفس الوقت لازم تاخد فاتورة تثبت حقك على ساتح لو حصل اي حاجة تبتدي تاخد حقك تاني حاجة ان زراعة الموز ما تزراعش باية لا تبكر ولا تأخر لا تزود ميا ولا تأثر طبعا انت ححلي انا باتكلم غلط الدكتور انا طبعا انا باخد منتعادتك وبحاول اقول الناس بطريقة بسيطة يعني في حاجات كتير جدا وده دعب نقوله طبعا الناس اللي عندها خبرة في الموز بتبعى عارفة كلام ده الناس اللي لسه زرع موز جديد بتقبع طبعا يعني لازم تسأل الاول وانا شايفة دكتور ان مشكلة الموز بيحب الميا فعشان كده حساس اوي لكل الاصابات البكترية والفطرية وخباحة لو المقاننات بالمعدل المزبوط مش هتحصل المشكلة ما هو اللي عايز زيادة ولا ناص اه بل عايز زيادة ولا ناص انا لازم اعرف المقاننات المائية لانا زرع في ارض الرملية تحت الزام الرأي بطني احنا عارفين وعملين مقاننات لمعدل الرأي لكل شهر يعني بنقول الشهر فلاني معدل الرأي بكذا كذا متر للفدان في اليوم احنا هننزل ده على صفحة لان احنا وقتنا خلص يا دكتور الرأي الغامر برضو عارفين بنقول برضو عندك مشكلة يجبع لازم يعارف مثلا فيه رأي الماء الارض عندك يجبع تعمل المصارف عشان تصرف الماء زيادة جميلة واحنا للأسف وقتنا خلص وحضرك طبعا وعدنا بحلقة قادمة لان الموضوع كبير جدا بنشكر الأستاذ الدكتور بادو خضير أستاذ ورئيس قسم بحوث الفكهة الاستوائية بمركز البحوث الزراعية وبرضو بقول لحضرككم لأي حد ليسؤال احنا ما قدناش ناخد كل المدخلات اللي جات لنا اي حد ليسؤال ياريت على صفحة البرنامج العيادة النباتية او زابوتونيكال كيلينك وبرضو لو ليكو اي حد عايز يعمل انشاء حديقة او بستان للموز ممكن يتوجه يتصل بينا او يتوجه مباشرة لقسم بحوث الفكهة الاستوائية هيدلوه بنشكركم وفي رعاية الله وامني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشكر الدكتور شكرا الدكتور مرة تانية سوف دور بدأ وخضير ونراكم في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية